نعم تحياتي مشاهدين ولازلنا نتواصل معكم من داخل القاعة المؤتمرات الرئيسية هنا في منتدى شرم الشيخة التي وقت بها منتدى شباب العالم ولنا هذه اللقاءات مع يعني وفد من المشاركين من دولة تونس الشقيقة وسأبدأ مع نصدر حاب عياشي وهي شاهدناها في الجلسة الافتتاحية وقد تحدثت في خلال هذه الجلسة حول التعاخي وحول التعاخي ومزيد من التعاون ما بين شعوب العالم في سبيل مواجهة جائحة كورونا برحب حضرتك كيف أنت؟ شكراً مرسي شكراً أولاً إيه اللي تحركم ممكن تقولوه عن مشاركتكم في هذه النسخة من منتدى شباب العالم؟ كانت فرصة كبيرة برشة بالنسبة لي شخصياً اللي أنا نطلع فوق المسرح ونحكي على تجربة الشخصية نحكي على اللي تعلمتم من الإيدشن اللي فاتت من الورلد يوث فورم وإني نحكي زيدة معانتها لعلشن هم التغيرات اللي صاروا لي فحياتي معانتها بعد الإيدشن هذيك ويا معانتها إن شاء الله يكون العبيد لكل معانتها عجبتهم الحاجة اللي قدمتها وإن شاء الله برشة عبيد معانتها ذي Get Inspired وهو ما زيدة معانتها يوصلوا اللي يحبوا عليه فحياتهم Get Inspired هي القسم الخاص من منتدى الشباب العالم اللي يتحدث فيه صناع قرار ومؤثرون وإنفلوينسرز من جميع أنحاء العالم Yeah Inspired World Youth Forum هو هي بلاتفورم نجموا يحكوا فيها العبيد اللي هما معانتها وصلوا للحلم متاحهم ولا نجموا يحققوا الفكرة متاحهم يحكوا ويحاولوا إنهم يقنعوا العبيد اللي هم يوصلوا زيدة معانتها لأحلامهم واللي هما زيدة معانتها كما نقولوا إحنا بالتونسي يكبشوا بيديهم وساقيهم معانتها بشيوصلوا الحاجة اللي يحبوا عليها في الأخر عرفت أيضا لدينا بعض المشاركات من نفس الوفد التونسي برحب بحضرتك واسم حرك إيه عسليمة اسمي فدوى يحيا من تونس نشطة مجتمع مدني في ويراية كابس من تونس أولا إيه اللي خلي حضرتك أنك تأديمي على المشاركة في هذه النسخة والله أنا شفت تبعت على الصفحة الرسمية للورد يوث فوروم للإيدشنز اللي فاتوا حبيت نشارك في الإيدشنز هذه قدمت واتقبلت نحب نشكر كل من سهر على التنظيم المنتدى هذا كان تنظيم رائع استقبال رائع وحفاوة رائعة من الشعب كل الشكر للشعب المصري والحكومة المصرية على تسخير جميع الموارد البشرية والمادية لإنجاح هذا المنتدى واللي هو نعتبره ناجح بجميع المقاييس هل في موضوع من الموضوعات الخاصة بهذا المنتدى اللي حضرتك هتشاركي فيها وشايف أن تقدر أنك تتكلم فيها وتعطي مزيدا من الحلول للمشكلات اللي بتوجه العالم بشكل عام فيها والله كنشط مجتمع مدني اشتغلنا في تونس على موضوع التغير المناخي حضرت أمس ورشة على دور الشباب في محاربة ومجابهة التغير المناخي والتحديات المناخية اللي هو موضوع ما يهمش بلد معينة وحدها بل يهم الإنسانية جمعاء والحل يكون جماعي خاطر أي عمل جماعي ينجم يصنع المعجزات ومن نجمه نحله المشكلة هذه والأزمة هذه اللي تهم الإنسانية ككل كان بالتكاتفة مع بعضنا والحلول الاقتراحات اللي قدموها الشباب كانت رائعة جدا وإن شاء الله الشباب يزيد إيمان بنفسه بقدراته وزيد الصناع القراء يزيدوا يؤمنوا بالشباب وبدورهم في تحقيق التغير يعني على يساري وكما تفضلتم حضرتكم فإنه رأينا تجربة شخصية وتحدث فيها خلال هذا المنتدى في الجلسة الافتتاحية وهنا أيضا حديث في جلسات متولية ووركشوبس أو ورش عمل انتهت بالأمس وأيضا ستستمر خلال الأيام المقبلة فعليات من شأنها أن توجد حلولا يعني متجذرة لأزمات تواجه العالم كأزمات التغيرات المناخية لازال لدينا أيضا ضيفتين عديدتين أيضا من نفس الوافد هو الوافد التونسي برحب بحضرك فان شكرا سيرين بمسعود من تونس اللي خلى حضرتك أنك تيجي النهاردة وتعدمي على متدى الشباب العالم رغم أن الجميع ربما بيبتعد كثيرا الآن عن التجمعات وخاصة إذا كانت سفر من دولة إلى أخرى طبعا مراعاة للإجراءات الاحترازية أنا كان عندي صديق أحضر في الدورة في 2019 فانصحني بها قال لي سيرين لازمك تمشي خاصة لمعنى إنوية كنا ناشطين في المجتمع كنا ولازمنا ناشطين في المجتمع المدني قال لي لازمك تمشي تشارك غديك أو شاركت ومن دمتش لشنو خليني نشارك أو الحاجة لخبرات الموجودة هنا اللي نجم نستفيد بها الأفكار اللي نجم ناخوها ونطبقها كراوح البلدي وعليش ليه زد الأفكار اللي نجم إنا نقدمها خاصة اللي احنا ناشطين في الهيومن رايتس نجم نقدم أفكار زد نجم ويخدوها هما وهكذا يعني We benefit from both ways ده يعني حراك عارفة أنه في نموذج محاكاة للأمم المتحدة وخاصة في موضوع حول الإنسان تحديدا بس أنا بس أنا ما شاركتش فيه أنا شاركت أزاق تنجي أتعرف بحضرتك كيف أن عسليما اسمي أمال مهدوي من تونس عمري 27 سنة مرحب بك أولا يعني إيه الجلسة اللي حضرتك شايفة أنك تقدر تتكلم فيها أو الموضوع اللي أنت محضرة فيه ربما اقتراحات أو ربما تساؤلات أو هتكوني متحدثة خلاله إني لحقيقة بحكم خبرة المهنية كأستاذ فرنسية حبيت الجلسة متع موضوع تعلم عن بعد في ذل جائحة كورونا لحقيقة الموضوع مهم برشة خطر من ويجبنا معناها ضمان حقوق الشباب وعلى رأسها الحق في التعلم جائحة كورونا أثرت برشة على الدراسة وفصول الدراسية لذلك المتداهد المرة أعطى أهمية كبرى للتطور التكنولوجي والتحول الرقمي اللي بش يساعد ويضمن تعلم عن بعد يعني نقدر نقول أن الجائحة أوجدت فرصة من جديد لأنه الآن المزيج من التعليم عن بعد وأيضا طريقة التعلم التقليدية في الفصول هل تعتقد أنه ده هيستمر في الفترة المقبلة أو حتى على المستقبل للبعيد؟ أي فرصة جديدة معناها بش ورات اللي دول تنجم تتوفر لطلابها تعلم عن بعد لكن في بعض الدول لم ينجح الأمر إن شاء الله بتطور الوقت نوصلوا للنتيجة النتيجة المضمونة لضمن الأصول حق التعلم للجميع وإن شاء الله نرطيحوا منها جائحة كورونا نهائيا مشاهدينا كانت هذه بعض اللقاءات من هنا من منتدى الشباب العالم مع ضيوفنا من دولة تونس لازال هناك المزيد من اللقاءات وأيضا عشرات من الجنسيات تشارك وكما نعلم وجميعهم يأتون كما تفضل ضيفاتي في الحديث ليستفيدوا وليفيدوا أيضا